كذلك كشفت صحيفة التليغراف البريطانية أن رئيس الروسي فلاذمير بوتين قرر إقالة قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال أليكزاندر دفورنيكوف الملقب بجزاري حلب بسبب بطء تقدم القوات الروسية بإقليم الدنباس شرقية أوكرانيا ذكرت صحيفة أن تقارير أفادت أن دفورنيكوف الذي اختير لقيادة الهجوم في شرقي أوكرانيا في نيسان أبريل الماضي شهد مخمورا أكثر من مرة وفقد ثقة بوتين وبيّنت أنه في حال تأكدت أنباء قال دفورنيكوف إن هذا سيمثل تغييرا رئيسيا آخر تشهده القيادة العسكرية الروسية خلال وقت قصير ما يشير إلى أن بوتين غير راض عن تطورات الحرب في أوكرانيا قالت وزارة الدفاع البريطانية أن الكريمل أقال مؤخرا العديد من الجنرالات بمن فيهم الجنرال دفورنيكوف وقاد القوات المحمولة جوان الجنرال أندري سريديكوف وفقا للصحيفة ولم يصدر الكريملين أي تعليق بخصوص هذا الموضوع لكن الصحيفة ذكرت أن كل ذلك يأتي بعد أسابيع من الشائعات غير المؤكدة حول سيا بوتين من أداء الجنرال دفورنيكوف وعلى رغم من أنه قاد القوات الروسية في أوكرانيا منذ أبريل لأن الجنرال لم يشاهد علنا منذ أكثر من شهر وفي وقت سابق أعلن الأوكساندر ستريوك رئيس بلدينة سيفيريو دينياسك الواقع في منطقة دنباس أن المدينة لا تشهد معارك شريسة بين الجيشين منذ أسابيع عدة باتت محتلة بالكامل من الجيش الروسي ترجمة نانسي قنقر